على القاهرة والناس رمضان شهر مشاهدة بالملايين شهر مشاهدة العيش حسنا على فكرة وبعد هنا نحط الفلفل والخيار والجزر المبشور سنخلطه لكن انا احب النظام لكن انت عارف مين يا عمر الشخصية اللي هي كلنا نعرفها وكانت بتبهيرنا شارلوك هولمس يا سلام شارلوك هولمس ده ما هوش شخصية حقيقية ده فيه لا 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 واحد كاتب اسمه دايل مش عارف كانون دايل حاجة زي كده هو اللي عمل الشخصية دي شارلوك هولمس كلكم عارفينه طبعا كان مخبر سري بقى شديد الزكاء بيقولك فيه كاركتر تاني مصري يا شامل اه زي شارلوك هولمس كده كان اسمه ايه مش فكرة انا مش فكرة اسمه فست الحلقة فبيقولك بقى شارلوك هولمس بقى يوم هو المساعد بتاعه هو بقى كان عكسه بقى هو بقى الراجل من صاحب الفن والمساعد ايه التعبان شوية في الزكاة فطلعوا بقى يدوروا على الجريمة وفراحوا الغابة وبيدوروا بقى على ايه كلوا ان هو ايه دليل على المجرم فجاب الليل ففردوا الخيمة وناموا بقى هما الاتنين وبتاع شارلوك هولمس عمال يفكر وبعدين في نص الليل راه ايه نفترض اسمه جون قال له ايه قال له شايف السماء والنجوم قال له اه قال له ده بيدلك على ايه كدليل قال له يبقى الجريمة حصلت بالليل هل انت تفضل طول عملك غاري؟ لا الخيمة تسرق ايوا فايه فداش ده شخصية مهمة جدا 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 اه شارلوك هولمس ده انا كنت فاكره طول الوقت يا شام انه شخصية حقيقية يعني لا لا ما فيه ناس كتير فاكرينه كده ده بقى الخيار يا جماعة وبعدين الجزر ايه عايز كده العيشة ايه التوست وبعدين هنحط ايه وبعدين ناجنة عمر ايه مع الخيار مع الجزر وبعدين هنعمل ايه عايز احط ايه جبنة نيسته كمان عمر ايه ماياش نيسته ولا نيلة بس ايه 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 او وبعدين هيا دي كده هون هنحط عليها شوية ملح وفلفل هاي وانت عاعد بقى بالليل كده ها عايز تغير هتعمل سندودش جبنة العيل كده وترميها لهم وخلصنا يروي وكلينه لا تعمل لهم بقى شوية ايه حاجة فنيية ايه الخيار احنا قلنا لكم المرة اللي فاتت عشان تنزل المية احنا عايزينه ناشف لما بتبشروه هتنزل ايه؟ ميته لازم تحط لها شوية ملح طبعا الملح هي اللي بتنزل المية وبتصفلنا هزا الكلام هاي اوكي وبعدين شوية زيت على التاصة ايه دلوقتي ايه انا اعجل بس شوية قطعت البتاع ايه المهم انت عارف انت بتتكلم زيهم بس ما بتلبس زيهم عمر هما عارف الجوب اللي هما بيلبسوها دي؟ اه عارف اسمها ايه بالانجليزي؟ لا مش واخد بالي بس اقول لنا امان بس سئلك عليها قبل انا نسيت نسيت اسمها كيلت كيلت يس الكيلت ده انت لو روحت قلت الواحد اسكوتلندي انت لابس جوب يعني زي الستات يضربك على طول اه طبعا دي بيعتبروها شيء رجالي جدا اه طبعا ودي بدقوها في القرن الستاشر اه وحصل غلطة بقى جامدة جدا في فيلم الافلام المهمة ايبا فاكر بريف هارت اه طبعا اللي هو كان بيمثل اسموه ميل جيبسون دا وان كان ميل جيبسون ميل جيبسون اه كان بيمثل شخصية ويليام ويلوس ده ده ويليام ويلوس ده واحد من المكافحين اه فلبسوهم السكور اه الكيلت ده فدي باكت الغلطة بقى ليه؟ لانه الكيلت بدأ في القرن الستاشر اه وعمك ايه؟ ويليام ويلوس اه ده كان في القرن الستاشر فما كانوش بيلبسو يا معقولة الغلطة التاريخية دي فظيئة ما انا انا اقولهم يا اخي لكن تقول ايه؟ اعرف ان الكيلت ده بيتلبس كده منك اللي اه اه ده هو لازم يتلبس كده يا سلام مش هم حط الزبدة بالطريقة الفنية ايه انا بقى ايه بنعمل ايه دلوقتي بنحط الزبدة هكذا اه اه ايه نعايز دول وبعدين اه نحطهم على جانب لا لا مش عايزهم انا عايزك بس نعمل السندريتش عمر طب اه اعمل هولا كنا اه 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 بس شيل من هنا وحط هنا بس كده؟ شيل ده من ده يرتاح ده عمده او لا يرتاح ده من ده؟ يرتاح ده من ده كده كويس؟ اه كده كويس اه اه شوية كمان بس عمر اهو قبل ما الزبدة بس ما تتحرق اهو اهو ساري ده صح يا معلقة انا سيبلي ده وعمل انت التاني اوكي وبعدين هنحط السندويتش بعد كده في الزبدة هنا هوا اوكي كويس وبعدين بقى من الاحداث المهمة وما بيتكلموش عنها تاني بس حصلت في اسكوتلندا عمر ايه بقى؟ فاكر القصة الاستنساخ بتاع اه دولي اه والله اه تتخيل فعلا اه اه واللي عملوها السكوتلنديين دي اول يا جماعة اول استنساخ اه نعجة اه مش نعجة برضه ولا خروف خروف اه في العالم اه يعني كانت حاجة مهمة جدا اه اه وبعدين بقى نبدأ ايه نسوي ده ها هكذا من ناحية دي ومن ناحية دي اه طبعا حد سيقولي تاني الزبدة عشان الاولاد عشان الاولاد عشان الاولاد يكبروا بعملوا السندويتش وبقى ايه لديه جميل جدا انت من غير التاني ستدودش بسيط جدا حطينا الجبنة المثلثات ايا كانت بقى النوع فلفل اخضر و جزر والخيار المبشور وحطينا الفلفل والملح ممكن بقى تحط شوية شطة لو عايز ممكن تحط اوراجنو لو عايز بس ايه كده كفاية هقليبه عمر ايه رايخ عمر ايه رايخ عمر يبدو جميل جدا وراحت وطلعت والجبنة جوه هايل ونسيبه ايه دقتين وانا استمتع بس ده ما ندس عليه صح؟ يعني ما ندس لا 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 نسيبه هو كده هايل طب حاجة تانية يا عمر انا عندي خصة الظريفة اوه لازم اقول لك انت فاكر في حلقة من الحلقات اتكلمنا على مدى تأثير الانجليز بالهنود اه طبعا انت عارف انجلتولا الهند كانت مستعمرة انجليزية فتأثروا جدا فيه بالهنود المهم فاكر الاكلة اللي هي تكا مسالة اللي احنا عملناها اه تكا مسالة دي هشام ابتدت في دلاكسو دلاكسو دي مدينة اه اكبر مدينة في اسكوتلاندا فكان فيه مطعم هناك بتاع واحد هندي اسمه علي احمد اسلام كويس اه دي قصة دي ده هندي بقى هندي اه هندي مسلم اسمه علي احمد اسلام جاله واحد انجليزي طلب فراخ اه احنا عارفين التكا مسالة دي فراخ اه فجاله الفراخ نشفة شوية فالراجل ايه استاق يعني ازاي والفراخ كاتلي مش نشفة وبتاعه فقال له لا حضرتك فنم الوقت يا شام وبقت اكلت المسالة التكا مسالة دي غازت العالم كله شوف رب ايه ضارة ده غازتنا هنا رب ضارة نافعة اه ايه الحاجة الجامدة دي ايه ساندويتش بسيط خالص ولكنه ممتع لو اخدت بس اطمى منه اكيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة